امتصر الشعب القائد والمعلم والخالد ابدا النهاردة في اسكنترية زي كل مكان في مصر اهم ما ينبغي ان نذكره واهم ما ينبغي ان يستكر في قلب وضمار ومبتان وروح كل مصري ان احنا الشعب الناس يمتصر والشعب سيتم من انتصاره ولن تكون اناف امسا لا صوره مضبطة ولا عشنا بيختار وينخطر علينا والشعب الناس يمتع راس النظام هم الشعب الناس يصحق شغول هذا النظام ويستكمل تطهير مصر ويستكمل تطهير مصر من بقايا نظام مبارك مش هنقصر على هذا الرقام قبل ما الشعب يكنسه من سكة البلاي الجديد ومش هنقصر الجرس دون ان نطهره من جراسيم سلطة الفقر والفساد والاستبداد والتبعية العاكماتنا 30 سنة المطلوب عشان نكمل التطهير ان يقدم كل مسؤول في نظام حسنا بارك الى محاكمة ثورية امام قضاء مصري مستقل وحن تشكل لجام خضائية منها الان عاوزين يتشكل من الخضاء انها بالعالم مش هيكفي تشكل باسم الشعب من حاكم التطهير من قضاء مصر لتعطي هؤلاء كزاء بعادهم بالقانون كما أعطاهم الشعب كزاء عادلا بإرادته التي لا تنكسر كل اللي سارعوا مصر عاوزين مردوا فلوس مصر من اللي نهبوا شروط مصر الشعب الشعب صاحب الشروة اللي تسرقت يريد ان يسترق الشروة اللي تسرقت من الحرمية اللي حكموا كانت جرائم لا تسقط بالتخاطر كانت جرائم لان نتزامح فيها لا بالصروة الوطنية التعزيم في إقسام البوليس بالسجون تجمير الانتخابات لا تزامح مع الذين ارتكبوا هذه الكرائم لا تنكسر أن يدام الوطير مصر من الحزم الذي قضى مصر يبدأ من حق وشعبه من إرضاء الحزم الوطني الذي حكم مصر وتسليم مقراته وامواله للدولة المصرية واذا كان ولو أعضاء الحزم الوطني أحاوزين يسكنوا حزم في الحصر الديمقراطي يسرطانوا بس بدون ما يقفص رؤيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر